بدأت التحضيرات على مستوى البرلمان بغرفته من أجل استدعاء نواب كل من المجلس الشعبي الوطني ونواب مجلس الأمة لعقد جلسة غير عادية من باب الوجوب وفق ما ينص عليه الدستور بعد إقرار المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية وعلمت قناة نيوميديا أن الاجتماع سيتم في الساعات المقبلة بنادي السنوبر غرب العاصمة